السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكارباء إلكتريك سنتعرف في هذه الحلقة على كيفية قراءة أهم المعطيات التقنية الموجودة على لوحة بيانات المحركات الكاربائية يعني هذه العملية هي مراجعة وهي مراجعة لوحة بيانات المحرك ضرورية ومهمة جدا قبل القيام بتوصيل أو تشغيل أي محرك كاربائي لنرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح كما تشاهدون أمامكم هذا المثال للوحة بيانات محرك كاربائي تلاتي الطور سنعمل على شرح أهم البيانات الموجودة على هذا المثال والتي ستكون مشابهة لأغلب لوحات بيانات المحركات الكاربائية الأخرى على بركة الله سنبدأ دائما وكالعادة من الأعلى دائما ما يتم وضع رمز الشركة والطراز والموديل تصنيعي للمحرك كما تشاهدون هنا عبارة HP30 وهذه العبارة تعني أن قدرة هذا المحرك هي 30 حيصان في بعض المحركات الأخرى يتم وضع قراءة قدرة المحرك بالكيلو وات أيضا لدينا أسفلها عبارة AMPS 35 وهذه العبارة تعني أن شدة التيار تشغيل هذا المحرك هي 35 أمبير في حالة الأخرى قد نجد بدلا من AMPS الرمز A أو E وكلاهما تعني أمبير أو رمز شدة الطيار القهربائي هنا نجد عبارة RPM 1775 وهذه العبارة تعني سرعة دوران المحرك وتقاس بالدورة في الدقيقة يعني أن سرعة دوران هذا المحرك هي 1775 دورة في الدقيقة الوحيدة لدينا هنا أيضا عبارة دوتي كونت 40 درجة مئوية AMPS وتعني أن درجة الحرارة المحيط للثيادية التي يجب أن يعمل فيها هذا المحرك بشكل مستمر يجب أن لا تتجاوز 40 درجة مئوية لاحظوا هنا جيدا أيضا توجد لدينا عبارة كلاس أنسول الحرف F وهذه العبارة تشير إلى المدى الأقصى في درجات الحرارة التي سيتحملها هذا المحرك والتي يجب عدم تجاوزها حتى لا تنهار العوازل الداخلية لهذا المحرك والتي تعرض للتلف الرمز F عفوا يشير إلى قيمة درجة الحرارة القصبية وحسب الجدوى الذي أمامنا الآن فهذا المحرك هو من الدرجة F أي أن هذا المحرك يتحمل إلى غاية 155 درجة مئوية والتي يجب عدم تجاوزها يعني إذا تم تجاوز هذه القيمة يجب علينا فورا إيقاف تشغيل هذا المحرك حتى لا يتعرض للتلف لدينا أيضا هنا عبارة نيمة ديس المستوى B وهذه العبارة تدل على نسبة حزم البدء مع عزم التشغيل عفوا كما هو ضاير في الملحنيات التي أصدرت من طرف مؤسسة نيمة قد أتحدث عن هذا المعطلة حيقا لدينا أيضا هنا عبارة كافيا كود والحرف الجي وعبارة كافيا كود تشير إلى قيمة تيار البدء أو تيار الإقلاع لهذا المحرك والتي تكون والتي طبعا ستكون أضعاف القيمة الطبيعية لشدة تيار تغير المحرك كما تشاهدون أمامكم في هذا الجدول هذا المحرك من الصنف الزوالي يعني أن طيار بدء هذا المحرك سيكون تقريبا خمسة فاصل تسعة أو ستة أضعاف طيار تشغيل الطبيعي للمحرك نلاحظوا هنا أيضا توجد لدينا عبارة نيمة نورم أف أف أو في الغالي بيتم استعمال الرمز أف أف أو هذا الرمز رو وهنا لدينا قيمة ثلاثة وتسعين فاصل ستة وهذه العبارة تشير إلى كفاءة المحرك وتعبر عن مدى تحويل هذا المحرك أو إلى الطاقة أه وتعبر عن مدى تحويل هذا المحرك الطاقة الكهربائي إلى طاقة حركية كما موضحون هنا فإن هذا المحرك يحول ثلاثة وتسعون فصلا ستة بالمئة من طاقته الكهربائية إلى طاقة حركية وستبقى طبعا نسبة إستفنية تقريبا هي التي ستتحول إلى مفاعيل أو تأثيرات حرارية غير مرغوب فيها هذه القيمة كلما كانت قريبة 99% كان المحرك من نوعية أفضل العبارة فرام دائما متشير إلى أبعاد وحجم أحيانا وزن المحرك وهي مهمة جدا في حال استبدال المحرك الكهربائي بآخر حتى يتلائم حجم المحرك الجديد مع المحرك القديم المستبدل لدينا أيضا عبارة سيرفيس فاكتوري وتعني معامل الخدمة لهذا المحرك وهي مؤشر يشير إلى أقصى تحميل يمكن الوصول إليه على هذا المحرك هنا لدينا قيمة 1.15 وتعني أن هذا المحرك سيتحمل زيادة بقيمة 15% من قيمة التحميل الطبيعي له وإذا كانت مثلا 1.20 فهي ستعني أن المحرك سيتحمل زيادة بقيمة 20% أكثر من التحميل الطبيعي له وهكذا بدأينا أيضا هنا عبارة 4.460 وهي معروفة جدا وتشير إلى الجود الإسمي لتشغيل هذا المحرك لكن علينا الانتباه أن الجود الموضوع عن المحركات سيتطور يعني يكون تلاتي الطور يعني الجود بين فازين مختلفين وهذا الجود هو مهم لمعرفة نوعية التوصيل الذي سنقوم به في المحرك هل هو توصيل نجمة أم توصيل متلت ومن يتعكم في ذلك طبعا جهد المحرك وجهد الشبكة سنشاهد ذلك لاحقا إن شاء الله في الأسفل توجد عبارة هيرتز أحليانا يتم الإشارة لها بالحرف F صغير أو مباشرة بقيمة 60 أو 50 أش زيد أو 60 أو 50 هيرتز وتشير إلى التردد الطبيعي لهذا المحرك والذي يجب أن يوافق تردد الشبكة في بعض المحركات قد نجد أيضا حتى نوعية التوصيل النجمة أو متلت حسب جهد الشبكة وأيضا في لوحة بيانات أخرى سنجد عبارة قصر نسفي التي تشير إلى معامل قدرة هذا المحرك كانت هذه أهم المعطيات والبيانات التي يجب قراءتها ومعرفتها بدقة على لوحة بيانات المحركات الكهربائية قبل توصيلها أو تشغيلها إلى هنا وصلنا إلى ذهية هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء